السلام عليكم يا معشر المطورين في فيديو جديد قد قملون في فيديو السابق بتفسير ما هو اللياウوت وإين ta Ganon في هذا الفيديو سنقوم بتفسير الـ Relative layout وما هو الفرق بين الـ Relative layout Bro오�respondenter ومتى نستعمل الـ Relative layout عندما تحدثنا عن الـ Linear layout قلنا ان الـ Linear layout تحدد مسار جميع العناصر الموجودة في وسطه ويكون منها line أي يكون منها خطا مستقيم وهذا الخط متواصل ولا يوجد عودة إلى السطر حتى أن كانت الشاشة لا يمكن أن تحمل كل هذه العناصر بذلك في الـ Linear layout هو من يحدد مصار العناصر لكن في هذا المثال أي في الـ Relative layout العناصر هي التي تحدد مصارها بنفسها وهي التي تأخذ وضعية على حسب وضعية عنصر آخر عندما نضع عنصر جديد في وسط الـ Relative layout يجب أن نحدد وضعيته على حسب وضعية عنصر قبل إذن تابعوا معنا لنتعرف كيف نستطيع تحديد وضعيات العناصر داخل الـ Relative layout إذن هنا ستكون الدالة الأولى أو الـ Layout أو الـ Container الذي سنضع في وسطه العناصر يسمى Relative layout أريد الأشارة هنا إلى أن جميع الدالات في الـ Android يكون الحرف الأول فيها كبير أي Upper Key فمثلا هنا Relative layout الـ R هنا كبير لماذا؟ لأن جميع هذه الدالات يقابلها Class أو Object في Java إذا أردنا أن نستعمل الـ Relative layout أو الـ Button أو Linear layout في Java سيكون نوعه أو الـ Object الذي يرث منه هو أيضا Relative layout يكتب بنفس هذه الطريقة سنمر الآن إلى تشكيل الـ Graphic الخاص بنا أو الصفحة الخاص بنا سنضعه في وسط هذا الـ Relative layout Button إذن نكتب هنا Button نضغط على Enter بجرد الضغط على أنتر سنرى أنه أوتوماتيكيا يكتب لنا أندرويد نقطتين layout with وأندرويد نقطتين layout type أي يعطينا أوتوماتيكيا العرض وطول كي نضع المقايد وهذا لأننا ملزمون في أي عنصر Graphic في الأندرويد أن نضع العرض وأيضا أن نحدد الطول لأنه لا يوجد عنصر Graphic في وسط صفحة لا يمتلك عرض أو طول وهذا منطقي جدا لأن جميع العناصر يجب أن تتوفر على عرض وطول كي تكون ظاهرة في وسط الصفحة إذن سأعطيها هنا 100 DP في العرض وأيضا 50 DP في الطول وكالعادة سأعطيها text وأسميها button 1 إذن هذا البطن 1 أوتوماتيكيا أول عنصر أضعه في وسط Relative layout سيكون في هذا المكان أي في الأعلى وعلى اليسار Relative layout إن أردت الآن وضع عنصر جديد في Relative layout سيأخذ نفس المكان أي سيكون فوق هذا البطن الأول لنقوم بالتجربة لنكتب هنا button وكالعادة 100 DP وهنا 50 DP ولنعطيه text مختلف ونكتب this is button 2 إذن سنرى أن البطن الأول قد اختفى وهو في الأصل لم يختفي بل البطن الثاني قد جاء فوق البطن الأول فأخفاه لنرى هنا عندما نضغط على button سنلاحظ في هذه الشاشة أن المنطقة التي موجود فيها البطن الأول هي نفسها المنطقة التي موجود فيها البطن الثاني وذلك لأننا قلنا أنه أوتوماتيكيا جميع العناصر التي نضعها في وسط Relative layout تأخذ هذا المكان الذي هو بالأعلى وعلى اليسار والآن كي نضع البطن الثاني على يمين البطن الأولى أو تحت البطن الأولى يجب أن نحدد هذا بأنفسنا ومن داخل البطن الثاني وكما قلنا أن Relative layout لا يتحكم بمسار العناصر بل هي التي تتحكم بمسارها بنفسها وتعطي وضعيتها بالنسبة إلى وضعية عناصر أخرى وكي نقوم بهذا الشيء يجب أن نعطي رمزا تعريفيا لكل عنصر جرافيكي وسط الصفحة فمثلا هذا البطن كي نستعمله أو كي نقول أن البطن الثاني سيكون على يمينه يجب أن نعرفه بID إذن سنعطيه attribute جديد اسمه android.id والآن سنصنع له مورد جديد من نوع ID ونجد هنا علامة الجمع أي الأد أي أننا سنزيد مورد جديد من نوع ID سنكتب slash وأسميه button1 إذن الآن هذه البطن معرفة بID اسمه button1 وهذا الID يجب أن لا تحمله إلا البطن الأولى نقوم بإعطاء نفس الID للبطن الثانية فسيكون هناك خطأ نجد هنا أن الخطأ هو duplicated ID أي أنك أعطيت نفس الID أو نفس التعريف لاثنين من العناصر لذلك سأغير هذا الID وأسميه button2 الآن إن أردت وضع هذا البطن الثاني على يمين البطن الأول فقط يجب علي القول أن andrew 2. layout to write off وأعطي الID الخاص بالعنصر الذي أريد أن أضعه على يمينهم كمثلا هنا at ID button1 نلاحظ هنا أننا لم نضع علامة الجمع لأن هذا المورد قمنا بالتعريف به مسبقا هنا والآن نلاحظ أن البطن الثاني جاء على يمين البطن الأول إن أردنا الآن نوضع هذا البطن الثاني تحت البطن الأول فقط علينا القول android layout below و at ID slash button1 إذن سنجد أن البطن الثاني أصبح تحت البطن الأول ونفس الشيء بالنسبة إلى الوضعية على اليسار أقول layout to left off وعندما أريد قول أن البطن سيكون أو العنصر سيكون فوق عنصر آخر أقول layout above وأعطيه الID الخاص بالعنصر الذي أريد أن أكون فوقه إذن أعزائي كي نلخص linear layout وال relative layout والفرق بينهما نقول أن linear layout هو المتحكم بكل شيء أي هو الذي سيحدد مصر الذي ستسلكه جميع العناصر في الصفحة إن كان linear layout أفقي ستكون كل العناصر موجودة داخله موضوع بطريقة أفقية وإن كان vertical أي عمودي ستكون كل العناصر موجودة بداخله موضوع بطريقة عمودية وال relative layout لا يتحكم بشيء بل العناصر هي التي يتحكم بوضعيتها داخله أرجو أن نكون الآن قد فهمنا الفرق بين linear layout وال relative layout كي ننتقل في الفيديو الثاني للتعريش بعناصر أخرى مثل image وال text وكيف نغير فيه وكيف نصنع صفحة متناسقة وأجمل من هذا لكن قبل أن تمر إلى الفيديو التالي أرجو منك الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد وضغط على الزر الأعجاب وترك تعليق لديك أي استفسار